المثال الوحيد في الدراسات الطبية لذلك المقياس هو درجة الحرارة من الممكن أن نضيف نجمة أو نطرح قيما من هذا القياس نظرا لأن المسافات متساوية فقد سمي هذا القياس interval means مسافة لذلك فإن المسافات بين قيمها المختلفة هي متساوية فمثلا ما بين درجة حرارة 36 إلى 37 درجة مئوية مسافة مساوية للمسافة ما بين 37 درجة مئوية و38 درجة مئوية هذا بعكس the ordinal scale in the ordinal scale the distance between the values of the variable are not equal while in the nominal scale there was no distance between the attributes of the variables there is no true zero point zero is not meaningful لا يوجد صفر حقيقي في القياس المسافة for example zero degree centigrade indicates a point at which water freezes not absence of temperature درجة حرارة صفر درجة مئوية هي الدرجة التي يتجمد عندها الماء وهي لا تعني عدم وجود درجة حرارة صفر هنا ليس حقيقيا والدليل على ذلك أن zero degree centigrade is equal to 32 degrees Fahrenheit صفر درجة مئوية تعادل 32 درجة Fahrenheit فالصفر هنا لا يعني العدم we cannot multiply and divide values لا نستطيع أن نضرب أو نقسم قيم هذا المتغير فليس من الصحيح أن نقول أن 30 درجة مئوية هي ضعف 15 درجة مئوية it's not correct to say that a subject with a score of 30 degrees centigrade is twice as hot as a person with a score of 15 degrees centigrade والدليل على ذلك أننا لو حولنا 30 درجة مئوية إلى Fahrenheit وحولنا أيضا 15 درجة مئوية إلى Fahrenheit فلن تكون درجة محولة من مئوية إلى Fahrenheit ضعف الدرجة الأخرى ratio scale القياس النسبة it's a quantitative data with true zero الصفر في ratio scale حقيقي we can add subtract multiply and divide يمكننا الجمع الطرح الضرب والقسمة لأي متغير ينتمي لهذا المقياس a ratio can be calculated مثال a child who weighs 20 kg is double that who weighs 10 kg طفل الذي وزنه 20 kg ضعف وزن الطفل الذي وزنه 10 kg بعكس ال interval scale حيث لم يمكننا أن نحسب النسبة لذلك سمي هذا القياس ratio أي نسبة لأننا يمكننا حساب نسبة فيه أمثلة age العمر body weight الوزن blood pressure ضغط الدم length of hospital stay مدة الإقامة بالمستشفى blood sugar level نسبة السكر بالدم الحقار المستشفى الحقار المستشفى بالطفل الن кт